تحت رعاية سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حضر معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة يوم أمس حفلة تخريج السنوي الخامس عشر والذي نظمته الكلية الملكية للجراحين في إرلندا جامعة البحرين الطبية في الحرم الجامعي في منطقة لبستين حيث تم تخريج 131 طبيبا و111 خريجا من برامج الباكالوريوس والماجستير في التمريض وألقت رئيسة الكلية الملكية للجراحين في إرلندا كلمة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لسمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لرعايته حفلة تخريج كما أشادت بأداء خريجية 2024 مهنئة إياهم على إنجازاتهم وتفانيهم في عملهم ونوهة بالعلاقات القائمة بين الكلية الملكية للجراحين في إرلندا ومملكة البحرين من جهة أخرى هنأ رئيس جامعة البحرين الطبية الخريجين وعبر عن امتنانه لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم الحاضرين على دعمهم لهم ومساندتهم في تحقيق هذه الإنجازات وجرى خلال الحفل منح سعادة العميد البروفيسور الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية الزمالة في الجراحة من الكلية الملكية للجراحين في إرلندا وذلك لخبراته ومساهماته في مجال جراحة العظام والتعليم الطبي وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتكريس مسيراته المهنية بكل تفان في خدمة مملكة البحرين كما تم التكريم الطلب المتفوقين على أدائهم المتميز خلال السنوات الدراسية ترجمة نانسي قنقر